ترجل أحد فرسان الوفاق الوطني الكبار إنه العميد عبدالله حسن الناخبي الذي أنضى في دنيا الناس 58 عاما صوتا تردد أصداؤه في أنحاء اليمن حينما فقدت العدالة معناها في بلد توغل أكثر مما ينبغي في أتون الفوضى والعنف والدماء أمضى الشطر الأكبر من حياته التي بدأت عام 58 وتسعمائة والف بوادي العرق بمدرية سباح يافع التابعة لمحافظة أبيان في مجال التربية والتعليم والنشاط العام متعدد الاهتمامات حتى بلغ رتبة عميد في سلك الشرطة وعضوية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كانت النقطة الفاصلة بالنسبة له هي حرب صيف 94 التي تولدت معها بذور القضية الجنوبية وتحولت إلى حقل من المطالب العادلة تصدر السياسي الأنيق واجهات القضية وتحول إلى عنوان أساسي في ظاهرة الحراك السلمي الجنوبي وقف بصمود نادر أمام الدعاوى التي تخفت خلف النضال من أجل الجنوب وذهب يتحسس الحلول عبر الحوار الذي أراده طريقا وحيدا للخلاص ولحل القضية الجنوبية في إطار اليمن الموحد في مؤتمر الحوار تحرر العميد الناخبي من التصميم الجامد للقضية الجنوبية كعربة أريد لها أن تقف أمام حصان التحول السياسي في اليمن منتهجا خطا عرف به منذ انتخابه أمينا عاما للمجلس الأعلى للحراك السلمي فمن موقعه هذا عمل العميد الناخبي ما بوسعه لضبط بوصلة التغيير وتحرير الذهنية الجنوبية من شطط الذين أرادوا الدفع بالحراك إلى دائرة العنف وتحويل المسار نحو صراع بين دولتين خصوصا وأن خطط المخلوع صالح الماكرة كانت قد أرادت تحويل الحراك السلمي إلى مشروع انفصال في اللحظة التي ثار فيها اليمنيون على نظامه نتطلع بأن نخرج بما يرتضيه شعب اليمن كله شمالا وجنوبا بهذه الرؤية الواضحة ذهب إلى الحوار الوطني ولديه اعتقاد راسخ بأنه يمكن حل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة عبر حوار نتفهم أبعاد القضية وينهي المظالم التي تراكمت خلال عقدين من زمن الوحدة اليمنية حظي العميد الراحل بخاتمة حياة مفعمة بالمواقف المشرفة وتلك هي الميزة التي غلبت على مسيرة المناظر الجنوبية اليمنية الوحدوي الذي آمن بالعدالة وأدرك أن هذا المفهوم بوسعه أن يستوعب أيضا معاني الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهي متطلبات بناء اليمن الذي نريد